في العراق قتل اربعة اشخاص واصيب خمسة عشر اخرون بجروح امس السبت في اشتباكات بين مجموعات عرقية في مدينة كاركوك شمال البلاد حسب ما اكد المتحدث باسم شرطة كاركوك لوكالة الانباء الفرنسية واندلعت الشباكات على خلفية احتجاج لانصار الحزب الديمقراطي الكردساني للمطالبة بفتح طريق اربيل كاركوك السريع المغلق من قبل معارضين لتسليم قيادة مبنى العمليات المشتركة للحزب واكدت مصادر طبية في كاركوك ان ثلاثة من القتلى قضوا برصاص لم يعرف مصدره فيما دعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتشكيل لجنة تحقيق متعاهدا في بيان بمحاسبة المقصرين لينال جزاءهم العادل